ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة مع الفقرة الدينية وفقرة غاية في الأهمية بعنوان الحق مقابل الواجب الحقيقة وزارة الأوقاف حددت منذ أيام عنوان خطبة الجمعة بعنوان الحق مقابل الواجب الحقيقة هذا العنوان جه لصالح تنمية المجتمع وإصلاحه وللقاء ضوء على هذا الموضوع الهم سيكون ضيفي وضيف كل مشارفنا نهارده في الستوديو الداعية دكتور السيد نجم وأستاذ التفسير وعلومة القرآن السلام عليكم فضيل الشيخ ودكتور بصبح عليك وأقولك نهارك دايما سعيد عليكم السلام عليكم وبركاته وصبحكم الله بالخير الحقيقة العنوان شدينا كنسة نكلم عليه قبل الهواء عنوان غاية في الأهمية وزي ما قلنا في البداية جه كوسيلة لإصلاح المجتمع في البداية عزينا أعرف حضرتك معنا كلمة الحق مقابل الواجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحق مقابل الواجب حقيقة هذا مبدأ عظيم من المبادئ التي وضعتها لنا الشريعة وتكلم عنها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الحق مقابل الواجب هذا مبدأ لا غنى عنه في الحياة الإنسان بطبيعته مدني بطبعه يتعايش ويتآلف مع الناس هذا يكمل ذاك والكل يكمل بعضه بعضا لا يستطيع فرض بأي حال من الأحوال أن يتعايش بمفرده وعشان يتعايش مع هذا المجتمع ومع الفئات كلها لا بد أن يكون له حقوقا وواجبات هذا منطلق هذا العنوان أن يجب أن يكون أو أن تعرف حقوقك كما تعرف واجباتك أو تعرف واجباتك كما تعرف حقوقك المشكلة أن المعظم يبحث عن الحقوق أو يبحث عن الحقوق نعم ولا يبحث عن الواجبات لا يبحث ما الذي يقدمه وما الذي يستطيع أن يقدمه سواء كان للمجتمع سواء كان للأسرة سواء كان للأبناء سواء كان للعمل يجب أن يعرف الإنسان كما أن له حقا فعليه واجب هذا معنى العنوان يعني متى يأتي الواجب إذا كان هو ما بيقديش حقوقه يعني العنوان كما ذكرت قبل لها وكننا بنكلم مع حضرتك من زرع؟ حصد حصد كيف يحصد بدون أن يزرع؟ لا لا بد أن يزرع هذا معنى العنوان لا بد أن يزرع أولا لا بد أن يقدم أولا ثم يجني ثمرات ما تقدمه يدى هذا مفهوم العنوان وده اللي دعانى في البداية نحن نقول بالفعل عنوان غاية في الأهمية كلمة الحق مقابل الواجب ويتبين ذلك في خلال التطبيقات إن شاء الله نتكلم عنها يتبين بالأمثلة كيف أن هذا الموضوع مهم جدا ومطبق على المستوى الجميع بالفعل دكتور هنجد في القرآن أكيد هناك دعوة لتطبيق هذا المبدأ أكيد نعم تحدث القرآن الكريم عن هذا المبدأ باستفادة في بداية أول صورة لما تفتح المصحف والقرآن الكريم تجد صورة الفاتحة نقرأ قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين عبادة واستعانة وكأن المعنى يقول أعبد الله تبارك وتعالى تأتي لك الاستعانة من الله المشكلة أن الناس تريد الاستعانة ولا تقدم العبادة جميل التفسير نعم كذلك قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني يعني كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء هم الدعاء ادعي وتعرف إزاي تدعي وتدخل إلى الله تبارك وتعالى من أبوابه الواسعة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم تجد العبادة تقدم العبادة أو تقدم الدعاء تجد الإجابة بمشاة الله تعالى كذلك قال ربنا تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوف بعهد الله تبارك وتعالى من العبادة والاستعانة والأخلاق والسلوكيات يوفي الله تبارك وتعالى لك بعهدك كذلك في آيات كثيرة جدا نجد القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم الإنسان عنده نعم كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد يجب على الإنسان أن يشكر تلك النعم نعمة الصحة، نعمة الوطن، نعمة البيت، نعمة الزوجة، نعمة الأبناء كل هذه نعم لا تعد ولا تحصل لئي أنت شرط طبعا هذا هو المفهوم في هذا العنوان هذا حق يقابله واجب هذا حق لك أو فضل عدل من الله تبارك وتعالى وفضل رحمة من الله عز وجل يجب أن تقدم الشكر على هذه النعم حتى يزيد الله تبارك وتعالى لك فيها ولذلك أيضا في آية أخرى هذه آية جامعة جامعة لصلاح الفرد ولصلاح الأمة كلها قال الله تبارك وتعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا نحط دي تحت خطوط كثيرة جدا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَ لَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنَا الشرط جاي ما بينقصين الشرط اللي جاي يعبدونني لا يشركون بي شيء قدم ستجد هذا هو القرآن الكريم حلو المعنى ده دكتور قدم ستجد ولكن خلينا أسأل حضرتك هل استشعرت وزارة الأوقاف في الفترة الماضية أن الشعب المصري أو الماضي المصري بدأ يسعى دائما إلى النظر إلى حقوقه بدون أن ينظر أيضا إلى واجباته علشان كده كان ده عنوان خطبة الجمعة الماضية حقيقة في الفترة الماضية كلها ولو بحث كل إنسان في نفسه سيجد أنه مقصر في هذا الجانب على المستوى الأسري على المستوى الوطني على علاقاته بالله تبارك وتعالى يعني كلنا مقصرون في هذا الجانب الكل بطبيعة النفس البشرية الكل يبحث عن ما له ولا يبحث عن ما عليه مع الله سبحانه وتعالى مع الأسرة الإنسان يريد الذي لا حقوقه كاملة لا تنقص مثقلة ذرة في حين أن عليه واجبات لا يقدم منها مثقلة ذرة أو يقدم القليل وكذلك في اتجاه الوطن أنت تريد وتريد زيادات وتريد كذا وكذا وكذا طيب قدم هذه مرحلة عمل اعمل فهذا هو المقصود بالفعل يا دكتور ده بنشوفه في حياتنا بالفعل أن الكل بينتظر وينتظر وينتظر بدون أن يقدم يعني كيف يحصد زي ما قلنا بدون أن يزرع وده دائما دائما في زيهني من ساعة ما كلمت حضرائك في هذا الموضوع أن بالفعل لابد أن نذكر بالضبط وده اللي عملته وزارة الألقاء في الفترة الماضية ولكن كيف طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في حياته ورسول كان قدوة في كل شيء يزاك الله خيرا يعني برضو كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أغذى بالأسباب عشان يرسي قواعد الدولة لا بد أن يعمل ويكد ويتعب ويضع قوانين صارمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فورا بأول ما وصل إلى المدينة قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يبني ويرسي قواعد الدولة سواء كان من الناحية الدينية ببناء المسجد سواء كان من الناحية السياسية والعلاقات مع الناس اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة عمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلح يعني صلح ما بينهم حتى تستقر الدولة في هذا الوقت قعد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل قواعد الدولة المؤخاب بين المهاجرين والأنصار إزاي نصلح بين الجميع يعني دي كلها حاجات أرساها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مبدأ هذا المبدأ الحق مقابل الواجب أرساه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أن أنت عايز تصلح حاجة لابد أن تقدم شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ذات مرة يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم يا رسول الله قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ وأتدري ما حق العباد على الله انظر إلى تطبيق هذا المبدأ أتدري ما حق العبادة على الله قال الله ورسوله أعلم يا رسول الله قال إنهم فعلوا ذلك يعني عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة أو أن يغفر لهم قدم العبادة والشكر الله سبحانه وتعالى تجد المقدمة الله سبحانه وتعالى يعني برضو إذن الشرط موجود الشرط موجود كذلك في نواحي كثيرة جدا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه طبق هذا يعني يا بولز إلى أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس مثلا يقول لي يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله في جميع شؤون حياتك في عملك في أسراتك في وطنك احفظ الله يحفظك قدم ستجد طيب خلينا نكلم على أهمية الحق المقابل واجب الحياة في مجتمعنا وأيضا تجاه الوطن وده كنا لسا نكلم فيه منذ قليل نعم طبعا لا نغفل هذا الجانب تماما كما أن لك حقا من الله تبارك وتعالى وعليك واجبات من الله تبارك وتعالى وكذلك في نواح الحياة كذلك هذا الوطن يستحق أن تقدم وأن تضحي وأن تقدم ما عليك من حقوق لتبحث عما لك من واجبات ازاي نعم أنت كمواطن لك حق في الأمن الاستقرار حماية الممتلكات مرافق لك في جميع نوع الحياة لك حقوق فعلا هذا حق لك حريتك الشخصية حرية الرأي كل هذا حق مكفول لك وفي المقابل عليك واجبات ما هي هذه الواجبات؟ هذا كلام لا يختلف عليه اثنين بزط إطلاقا عليك واجبات ما هي الواجبات؟ أن أحافظ على مرافق هذه البلد المنشآت العامة أحافظ عليها لا أخرب أساهم في تقدم هذا الوطن زراعيا واقتصاديا وسياسيا وعلميا وفكريا كل هذه أشياء مطلوبة منك وهي واجبات عليك تجاهة هذا الوطن يجب أن تساهم وأن تزرع وأن تضع لبنة يكملها الباقوم بمشيئة الله عز وجل كل هذه واجبات عليك أشعر من كلام حضرتك أن بالفعل سلوك الشعب المصري قد تغير بعض الشيء علشان كده كانت الوزارة حريصة جدا أنها تذكر كل مواطن كما أن لك حقوق أيضا عليك واجبات؟ نعم حقيقة لو نظرنا الشارع هو المقياس الشارع الآن هو المقياس انظر حضرك إلى أحوال الشارع يعني حقيقة لا تنتظر أن يأتي قانون رادع ليرضعك عن الخطأ لا المفروض الضمير والمسؤولية الشعور بالمسؤولية هي التي تتحرك ليه أنا أمشي عكس الاتجاه طالما أن هترتب عليه أشياء كثيرة جدا يترتب عليه مخالفات يترتب عليه ضياء أرواح يترتب عليه أضرار ليه 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 لماذا لا يكون هذا الرادع من داخلي أنا من داخلي أنا أكون أمام الله تبارك وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسؤولية والإسلام وضع المسؤولية على الفرض قبل أن تضعها القوانين أنت لازم يكون هذا الهاجس من داخلك نبع منك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع هذا أنت المسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه شباب أضيت شبابك إزاي هل سهمت هل قدمت إن لم تقدم فأنت عالة على من سبقوك ففعلا يقولون مقولة رائعة جدا أحد الكتاب كتبها يعني العالم الآن لا يحتاج إلى نسخ من البشر مش عايزين نسخة عايزين تقدم عايزين أنت تساهل وتطور ولكن دكتور خلينا نتكلم على كيفية تربية الأبناء في الفترة القادمة من خلال هذا المبدأ أكيد فيه واجب أسري واجب اجتماعي أيضا لكي تصل هذه الرسالة إلى الأجيال القادمة نعم هذه مهمة جدا والمسؤولية في تربية الأبناء والجيل الناشئ مسؤولية مشتركة بين الجميع تنبع أولا من البيت وأخص بالبيت الأم ثم الأم ثم الأم ثم الواجب أيضا على الأب لن يقدم استقالة من تربية الأبناء أو يصبح ممثلا لوزارة المالية فقط ممول مالي في البيت لا هو عليه واجبات أيضا ولكن الأم هي التي تنشئ وتغرز ولذلك يعني يجب أن ينتبه الجميع في البيت أنت استحالة تطالب ابنك أن يطور من أخلاقه وهو يسمع منك الألفاظ البذيئة في الشارع يعني واحد مثلا كسر عليك بالسيارة فالأب سرعان ما يتبادر إليه وابنه جالس جنبه يتبادر منه الألفاظ البذيئة لا احرص عشان ابنك هيقلدك من بعد ولذلك أخذ الشاعر هذا المفهوم كاملا والأبناء دائما ما يقلدون الأباء فقال إيه مشى الطاووس يوما بعجاجه باختيال وكبريان فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون فقالوا فعلت شيئا ونحن مقلدوه فعدل سيرك المعوجة وعدل فإنك إن عدلت معدلوه وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه المسئولية مسئولية البيت ثم مسئولية التعليم ثم مسئولية مجتمع بأكمله ثم مسئولية ضمير وأخلاق وسلوكيات على الفرض أيضا يعني قد يبدو كلام دكتور أنه كلام سهل ولكن عشان تربي جيل قادم في الفترة القادمة بهذا المبدأ إن كما لك حقوق فأيضا عليك واجبات وعليك أن تعمل وعليك أن تتعامل بضمير أعتقد الموضوع برضو بيحتاج شيء من المعظبة وشيء من التسكير دائما موضوع مش سهل طبعا ولذلك كان وزاة وقف حقيقة يعني أصابت جدا في هذا الموضوع أن وضعت موضوع هذا الموضوع الجديد الآن آه الجديد وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص موضوع في غاية الأهمية ويحتاج إلى صبر وإلى تكاتف الجميع كيادا واحدة فريق واحد أن نعمل نربي هذا الخلق وهذا المبدأ في البيت ونربيه في مدارسنا وجامعاتنا ونربيه في شوارعنا يعني حقيقة يحتاج وهيثمر هذا العمل بمشيئة الله تبارك تعالى وهذا المبدأ عما قريبا كنت تتحدث فضلتك خبل دخولنا للستوديو على الهواء على أن من يريد أن يتقدم على الدول أن تتقدم أن تسعى دائما وراء الأجيال القادمة كيف تربي الأجيال القادمة معتقد حتى موضوعنا في صميم هذا المعنى نعم حقيقة كان هناك كاتب كتب ثلاث عبارات يعني إلخص هذه الأشياء كلها فقال أي أمة أي أمة تريد لها أن تفشل أن تفشل تتبع ثلاث حاجات البيت وخصوصا الأم والتعليم والطعن في القيادة وهو ده اللي احنا قلناه تقريبا يعني هذه الثلاث أشياء اللي قلناهم دول احنا نقشنا فيهم بالفعل بالضبط إذا هدموا الثلاث حاجات أي أن كان قائدك أي أن كان قائدك أو شيخك أو معلمك إذا هدموا الثلاثة أشياء دول انهارت وعليك أن تعلم برضو أنه لو عايز تهدم البيت هتهدم الأمة أولا أنه يأثرها في التربية أكثر من الأب أردت أن تهدم التعليم عليك بالمدرس فطبعا ينهار أردت أن تطعم في القادة فخلاص انهارت القيادة وانهارة اللي هو مثلك الأعلى خلاص إذن سؤال غاية في الأهمية دكتور كيف نؤجر من الله في حالة طبيق هذا المبدأ نعم يجب أن نعلم قبل أن نتكلم في هذا الموضوع من الناحية الفكرية فهو أيضا مثاب عليه من قبل الله تبارك وتعالى ولذلك أضرب مثل فقط كعلى سبيل المثال أنت مثلا لو وصلت رحمك تقول ده هما ما بيصلنيش هما يقطعوني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل إذا قطع الناس مش شرط هما عشان هما يزوروك أنت يبقى تزورهم لو ما زورونيش مش يزورهم لا الحق مقابل الواجب هنا يطبق هنا إزاي أنا لو عملت كده عملت اللي علي من واجبات حتى لو هما معلوش أنا هؤجر من الله تبارك وتعالى من أحب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه ربنا يوصع لي في رزقه وأن ينسأ له في أثره ربنا يبارك في عمره فليصل رحمه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تشعر أن كل كلمة قالها المولى سبحانه وتعالى أو قالها الرسول عليه أنظر الصلاة والسلام تسعى وراء هذا المعنى بالفعل بالفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم كله لو نظرنا إليه يدعو إلى التآلف والتراحم وأن الإنسان المسامحة والصفح وكل هذه معاني نجدها في القرآن الكريم ونجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرية وفعلية طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها الصحابة من بعده دكتور الحقيقة الكلام معك ما بيخلصه لكن خلينا في النهاية نختم كلامنا بالعديد من الأدعية حضرتك هتادي هتقول لنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل يومنا هذا يوم مباركا يا رب العالمين اجعل يا رب مصر آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة محفوظة مصونة عزيزة دائما يا رب العالمين اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين اللهم اجعلهم في كنفك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا اللهم ألف ذات بيننا ألف بين قلوبنا يا رب العالمين لا يؤلف بينها إلا أنت يا رب العالمين أصلح ذات بيننا ألف بين قلوبنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحقيقة فقرة جميلة جدا فضلتك ونتمنى أن يكون لنا العديد والعديد والمزيد من اللقاءات والحقيقة بوجه تحية من هنا لزارة الأوقاف لسعيها الدائم والنظر كيف نربي أبنائنا وكيف نضهط بهذا الجيل في الفترة القادمة هيكون لنا مزيد من اللقاءات وأيضا مزيد من عنوين لخطة بالجمعة المؤثرة في هذا النشأ في الفترة القادمة بشكر الحركة على وجودك معنا النهاردة فضيلة الدعية دكتور السيد نجم أستاذ التفسير وعلوم القرآن وبتمنى إن شاء الله بإذن الله أن المسلم يسعى دائما إلى حقوقه قبل أن ينظر دائما إلى المقابل مشاهدينا دك اللقاءنا النهاردة في الفقرة الدينية الحقيقة محتاجين دايما دايما نحن نبص إيه المطلوب مننا علشان نلاقي النتيجة ودائما كما قال فضيلة الداعية ربنا دايما ورسولنا كريم بيشرط دائما نسعى لكي نجد فقرتنا ما زالت مستمرة تابعونا ولكن نحضر متوقف Mat conduct ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا